من كوفنتر يرحب بيرامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أهلا بك سيد رامي هذه الاستهدافات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي كيف تتابعونها سيد رامي طبعا صباح الخير أولا استهدافات تدل على العربة الإسرائيلية حقيقة الأمر باستباحة الأراضي السورية عندما تقوم إسرائيل باستهداف مطار دولي مطار مدني لا يجد فيه لا سلاح إيراني لا يجد فيه مستودعات إيرانية فقط لأنه عاد إلى العمل ليجد استهدافه من قبل الطيرات الإسرائيلية هذا يدل بأن إسرائيل باتت تستبيح الأراضي السورية لأنها لم تجد أي رد من قبل النظام ولا حتى من قبل دعمي النظام عندما كانوا يستهدفون المستودعات في غارات واستهدفون حزب الله والإيرانيين قلنا بأن حرب إيرانية إسرائيلية على الأراضي السورية ولكن أن يجري استهداف مطار دمشق الدولي بمجرد بأنه عاد إلى العمل هذه عربدة إسرائيلية ما بعدها عربدة من استباحة المطارات المدنية في الأراضي السورية طيب سيد راميان ما هي الرسائل التي أرادت إسرائيل إيصالها من خلال هذه الاستهدافات في وقت هي تتابع عملية تبادل الأسرة مع حماس في غزة يعني إذا كان البعض يريد بأنه يقول بأنها رسالة إلى إيران فالمطار هو مطار سوري ليس مطار إيراني وأيران تدخل السلاح ولديها سلاح مخزن من شكل كبير داخل الأراضي السورية لذلك أقول بأنها هي رسالة للنظام لأن لا يفكر بأن يستقبل حتى مقاتلين من جنسيات عراقية أو غيرها على أرض مطار دمشق الدولي ولكن ماذا عن السوريين العالقين في الخارج الذين يذهبون إلى مطار حميميم ومن ثم يخرجون إلى يعني من مطار حميميم يتلقلون باتجاه مناطق أخرى نحن نتحدث عن عسكر نتحدث عن مطار مدني نتحدث عن أراضي سورية نتحدث عن سيادة سورية لذلك أقول بأن الأمر لا يتعلق بإيران وأسرائيل يتعلق بمطار سوري مدني يستخدم من قبل السوريين الموجودين في القليج موجودين في مناطق أخرى من أجل العودة والدخول إلى الأراضي السورية ما السيناريوهات المتوقع لهذه الاستهدفات سيد رامي وكيف ستتعامل الحكومة السورية معها؟ في الأساس المطار كان قد أصلح منذ أسابيع ولكن لم يدخل إلى العمال أعتقدوا بأن إسرائيل نسيت الأمر وسوف لا تستهدف المطار بمجرد أن قالوا بأن المطار دخل حيز التنفيذ قامت إسرائيل باستدافع أعتقد بأن النظام ليس لديه أي خيارات كون أن إسرائيل أمس قبل قصر المطار استهدفت بصاروخ بطارية للدفاع الجوي رصد الطائرات الإسرائيلية في منطقة المنزل بعد ذلك جرى استهداف المطار أشكرك جزيل أشكر كنت معي من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان